حرق بقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد أعاد إلى الأذهان مشاهد مماثلة حدثت في كاركوك عام 2016 مقاربة المشهدين بفاعل واحد أو حيل متتبعين أن هناك صراعا يتم فيه انتهاج القومية أو المذهبية سلاحا لضرب الآخر ما جرى يوم أمس في بغداد مشابه لما جرى في كاركوك ولا نقول الامتداد ولكن هؤلاء الفصائل الخارجة عن القانون دائما ما تعمل إلى قبل عملت على نعرات طائفية والآن يعملون على النعرات القومية العنصرية ولكن نحن نعول على العقلاء من الجانبين عدم وجود متبن لعملية حرق المقر والعلم الكرديين بشكل واضح لم يمنع الجانب الكردي المتضرر من التلويح برفع دعوة قضائية ضد الحكومة الاتحادية لكن ذكريات كاركوك التي تأثر الحزب الديمقراطي الكردستاني بها لم تنسه حتى مع رحيل حكومة العباد ومجيء الكاظمي أشراكة سياسية في صنع القرار مهددة بفعل تغليب السلاح على رأي التشاور والتفاهم وذلك قد يظهر جليا في خطوة الكرد القادمة سياسيا على أقل تقدير موضوع كاركوك هو أكبر وأعقد بكثير من موضوع حرق المقر دون أن نقلل من أهمية حرق المقر لأن الدستور العراقي والقوانين بشكل عام والأطر واللواحة القانونية لا تسمح بمثل هكذا إجراء وبالتأكيد سوف يتم رصد عمية المتسببين بشكل دقيق لأنه الجانب الكردي أيضا كان قد عمل بإجراء قانوني برفع دعوة قضائية وبينما ينتظر موقفا سياسيا من جانب الشيعة رعاة الحجد الشعبي لطمأنة الجانب الكردي والحلولة دون تكرار ما جرى في بغداد أحداث تراكمية وإن كانت الأوقات فيها متباعدة لكنها تؤسس وفقا لمعنيين لما يمكن اعتباره شرخا ما بين الشيعة والكرد وتنسف اتفاقات وتحالفات استراتيجية مستقبلية تتجاوز بغداد وأربيل بوصفهن عاصمتي المركز والإقليم سرمد القاص الحرة